ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجلها له وإما أن يرفع عنه بها بلاء كان سيصيبه وإما أن يدخراها له يوم القيامة اجعل لسانك رطبا بالدعاء والتضرع إلى الله أن يرزقك حج بيته الحرام والله هذا مجرب يعني كثرة الدعاء وكثرة الإلحاح على الله مجربة في لحظة ما الله سميع قريب يجيب دعاء من دعاء وما تقول ليش من أين يعني قد تأتيك من حيث لا تحتسب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لأنا كنت أسأل فضلتك إيه الدعاء الممكن أدعيه وأنا كل يقين ويكون مجرب وأدعي به بإلحاح على ربنا عشان يتحقق وزور بيته أي دعوة تخرج من القلب بإخلاص لله وحسن ظن في الله والله يقبلها الله المهم أنها تخرج من قلب سليم والزكسدن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة والله عز وجل قال في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عابدي بي فإن ظن بي خيرا فلا يبقى حينما تخرج الدعوة من قلب مملوء بالإخلاص لله وحسن الظن في الله دعاءه مستجاب ممكن حد يقول لفضلتك دلوقتي أنا بدعي بقالي كتير هو في حد ممكن ما يكونش عنده يقين أنه هو عاوز يروح بيته والحرام والأراضي المقدسة دي ما أنا مولانا بدعي كتير والدعوة دي مش بتتحقق لو حضرتك لو خدت بالك في بداية الحديث أنا قلت بشرت الناس كلها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله وبها إحدى ثلاثة ممكن ربنا يأخرها شوي أو يدخلها اليوم القيامة أو يرفع عني بها بلاء كان سيقع علي أنا أدعي والإجابة على الله جي السنة دي ماشي جيت السنة اللي جاية ماشي طب ما جاتش خالص ما جاتش خالص لو أنا صليت الفجل ومكثت بالمسجد إلى شروق الشمس ثم صليت ركعتين بإخلاص كتب الله لي أجل حجة وعمرة تامة إن شاء الله